كورونا ولا يجب الخروج من المنزل إلا لقضاء الاحتياجات الضرورية ويجب على الجميع لبس الكمامات القماشية كما يجب أن تضع مسافة لا تتقل عن ستة أقدام بينك وبين الآخرين كما لا يجب وضع الكمامات القماشية على الأطفال الذين أعمارهم أقل من عامين كما يجب الحذر عند لبس الكمامات للأشخاص الذين يعانون من ضيق في الصدر أو مشاكل في التنفس أو الأشخاص العاجزين عن نزع الكمامات بأنفسهم دون أي مساعدة وتذكروا جيداً أنه لا يفضل استخدام الكمامات الطبية فهي ضرورية لقواقم الطبية واستخدموا بدلاً عنها الكمامات القماشية وقم بتعقيمها بعد كل استخدام بغليها بالماء ولا تقم أبداً باستخدام كمامات الآخرين فالغرض الأساسي من استخدام الكمامات هو حمايتك وحماية الناس من حولك إذا كنت مصاباً وحذار أن تلمسوا وجوهكم قبل أن تغسلوها بالماء والصابون لمدة تتراوح أبين عشرين إلى ثلاثين ثانية أو استخدام المعقم لا تعرضوا أنفسكم للخطر فالوقاية خير من العلاق لذا رقاءً إلبسوا الكمامات القماشية عند الخروج وحافظوا على التباعد الاجتماعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر